على مدى أعوام ومن منطلاق الثورة السورية داب حكام المنطقة الخضراء ببغداد على نفي أي علاقة لهم بصراعات المنطقة واتباع سياسة النأي بالنفس تجاه الدائرة الملتهبة في البلدان العربية ليؤكد العبادي مرارا وتكرارا عدم وجود قطاعات تابعة لحكومته خارج العراق لكن على أرض الواقع يرى القاصي والداني مشاركة واسعة لميليشيا الحشد بالمعارك الدائرة في سوريا متنقلة من حلبة إلى دمشق وريفها وصولا إلى الشرق السوري بتطابق واضح للرايات الصفراء المعقودة تحت لواء المرشد الإيراني وكأن سياسة النأي بالنفس مستثنى منها التحرك وفق التطلعات طهران ولأن زمن كاشف والأحداث فاضحة كانت الغارة الأخيرة التي استهدفت ميليشيا الحشد بسوريا كفيلة بنفي مزاعم الرجل فالمستهدفون فصائل تابعة لميليشيا الحشد تقاتل إلى جانب النظام السوري وقع العشرات منهم ما بين قتيل وجريح بقصف استهدف مقراتهم قرب مدينة البوكمال بدير الزور السورية وهو ما دفع نوابا وزعماء أحزاب في العراق إلى الصراخ غضبا من الحارثة واتهام الولايات المتحدة بها لكن من زاوية أخرى تتزامن الغارة مع التقارب الأمريكي مع أدوات طهران في العراق متمثلة بتحالف الفتح بزعامة هادي العامري كما ذكرت صحيفة المونيتر الأمريكية التي أكدت أن الميليشيات التابعة لإيران في العراق تعمل على إنهاء العداوة تجاه واشنطن التي تصنف فصائل بالميليشيا على قوائم الإرهاب ثم تغطي لها معاركها على الأرض في جذرية وتناقضات تغص بها المنطقة ولعل هذا السبب كان وراء هرولة البنتاجون لإبعاد تهمة القصف عن نفسه والتلويح بهوية صهيونية للطائرات بيد أن هوية الطائرات لا تأخذ بدرجة الأهمية التي بات يشكلها أخطبوط طويل الأذرع يعبث بالمنطقة الرأس في طهران والأيدي لن تكتفي ببغداد وتمشق أو حتى صنع